مرحب السلام عليكم نزوينين كده اللباس كتمنوا تكونوا بخير ولا ألف خير هاد الفيديو مختلف شوية ما كيقدرش على الهجرة الأمريكا ولا القراية ولوشي حاجة هاده فيديو يعني من قدر نقولو البودكاست ديال قهوة مع رجاء هاد الفيديو مبقيت نصح فيه البنات المقبلات على السواج طبعا هاده وجهة النظر ديالي فا ما يعود جي واحد ولا شي وحده منك النوع ديالي كيقول لك ركا عرفتيك النوع اللي كيبقيت فلسفو بزا فأنا كن بحطة جي معاكم وجهة النظر ديالي نصائح للبنات اللي بقين جداد بعض الأفكار على زواج المختلط بصيفة عامة وحتى الزواج بصيفة عامة يعني مختلط مش فقط أنه واحد من دولة واحد من دولة حتى يعني التفكير المختلفته هو رقيب أنا شخصيا أكبر حاجة اللي كنظن كتقدر تكون عائق في الزواج هو هادك التفكير واحد كيشرك واحد كيغرب واحد كيعجبه السبور ومن طريق في الحياة واحد باغي يسد عليه وباغي هادو بالنسبة لي هما أكبر معيقات الزواج أو للميثية أو لأي حاجة من أي نوع أنا كان بخطاج معاكم هاد الشي من التجربة ديالي يعني ديال زواج من راجلي وشوي طلقنا وشوي رجعنا شوية دابة مهم كان أبسن داونس ما عرفناش فينا تشي غايفصل ولكن على أين الموضوع هو ماشي تجربتي الخاصة في نواصلة دابة ولكن الموضوع هو استنتاجات ديالي من تجربتي ومن تجربت الآخرين يالله دابة مهم وحد مجموعة ديال البنات كنعرفهم وصديقاتي وصديقات أخوتاتي المهم يعني من المجتمع ديالنا ومن الناس كنعرفهم أشكي وقا دابة البنت مالي كتكون باقة صغيرة كتكون متحمسة لفكرة ديال الزواج متحمسة زعماء رأكيد الأغلبية ديال مواتكم والناس اللي كنعرفهم واعين وتحية اليوم بحل ماما والناس اللي كنت عشر معهم شخصيا ماش كيقولوا كيقول لي البنت صبري بشوية كم لي قرأتك النصيحة العالمية واللي متوارثة ورأكيد كتسمعيها بززاف وأنا عاود نقول هاليك كم لي قرأتك خدمي خدمي شي خدمة محترمة وقايمة شبتة بيها لآخر لحظة عاد شوفي الزواج كوني مستقرة ماديا ونفسيا واستقرار المادي يجيب لك الاستقرار النفسي من لك يكون يجيبك عمر كتبغيت شري شي حاجة كتبغيت بغيت اديها في وجهك بغيت شري شي حاجة لشعرك بغيت شري بيسة زوينة كتبغيت تاخديها عاد نفكر في الزواج كتبغيت بزاف ولو كيتسرعوا يعني كتبغيتها غزالة ديالك الوردة كتبغيتها كتبغيتها عام 18 عام بغيت تزوج والمشكيل أنه كتبغيت تزوج عام عامين كتبغيت بحل يمكنك أن نعممه طبعا يعني الناس فيهم وفيهم ماشي المشكلة كان ضمن الرأيي ماشي المشكلة أنه في الراجل أولا في المرأة دابا للموغ بصفة عامة ندر ليكم أنا بحل الزع ماشي Love Expert ولكن أنا بحالي بحل أي واحد عندي وجهة النظر عني واحد وجهة النظر في هذا الموضوع دابا للموغ بصفة عامة شنا هو اللي يخلي مثلا شي واحد مثلا أنا فريد واحدة منطلقة في الحياة مثلا الرياضة مودير كذا كذا ربما كتزوج شي واحد اللي كونسرفاتيف يعني سادة على العاصة وما كيخروش ما عندهش مع النس ما عندهش مع الرياضة ما عندهش مع الفن ما عندهش شنا هو اللي يخليها الجوج كتقول مع رأسك كيفش تلاقها زمان انت بش شاقون زاد كيفش تلاقيته هو هادك ال Passion هادك الشغف و هادك الشغف المشكيل أنه عنده واحد المدة عنده واحد المدة وورا الزواج واحد المدة كذا كيمشي الشغف وكيبقى الصح والعمل ما هو الصح والعمل ماشي اللي اختارتي هذا الانسان غلط او اللي صحيح واش هادك الانسان شخصيته كومباتيب مع الشخصية ديالك عندش لما كانت كومباتيب مع الشخصية ديالك غيكونوا بزافة المشاكل واخدوا هذا عما ما انا رش كيفش نقول لكم كيم با قلت لكم يعني من اللي ما كتفاهموش انتي ومع هادك الزوج ولا هادك الخاطيب را قدروا نكونوا بجوجكم مزيانين بحل لقلتي حوتة ضريفة ازوينة ولكن خاصها الماء تلاقات معه عصفور ضريف والناس لاحمر ادار ولكن خاصوا الجو تلاقيت هذه الحوتة اللي بغت تزوج العصفور هذه عوحد للميطافه تلاقاتوا غنقولوا الحوتة مزياناش مبغاش تطير معاي او العصفور يقول لك عتنتي ممزياناش باتي تبقى يغفل ما بغتش تطير مهم هدي زع مرانا جاكزا جاكزا ما كان زيد فيه ولكن ره تقريبا بحلاكك لان احنا يا شخصيات ديالنا مختلفين مختلفين بحال مهم انا ورديك نحاول ولكن نحاول ما امكان بقلت نظر على كشي الشخصي ديالي ولكن ما ترى انا وراجلي عنا بزاف الحويج بحلاكك احنا يعني هو عنده واحد ستيل دو في عنده معين واللي كيعجبوه وكادا كادا انا عندي ستيل دو في تاني مختلف عزري رياضة عزري نخرج عندي انا شخصيا يعني بنت بلية المرأة او لا الراجل ما عندناش واحد ستين معين ، بشكل من أن انا غين نحفسه الرياضة او downs ندرو فيه لموسيقه وبطول ما احنا كانت نفسه، هاتنا فركنا نديروا الرياضة ن fronts نصنع نور كوانا ونة النوع ديالي الناس اللي كيقول لك الله مثلا انا امراه كبيرة 未دريش بحلاكك انت امراه ما تشوفه انت انت امراه كبيرة يعني هكا نصنع بيني ما عادي انا لا شيء وهده كيخلق واحد المشكي الكبير يعني يعني ضروري لإنسان قبل ما نسرع أو إلا واش نكمل الفكرة عليش كتلقى مثلا إن واحد شخصيته في شكاله وتزوج أو لزوجات واحد شخصيته تعمل The complete to the opposite هو هادك الهكا هادك الكيميستري في اللول يعني واحد الاتراكشن كي يكون واحد الإعجاب ربما عجبوه شكل ديالها عجبها شكل دياله ربما معاملة زوينة ربما ولا تربى هادك الشغف من دي ديجاست كانوا بيناتهم زوينين ربما ما يمكن واحد المجموعة ديال الأشياء كتخلي الإنسان أنه يولي يبغي واحد الوحدة أو لا هي تبغي واحد الواحد رغم أنهم مختلفين ولكن اللي كيوقع إن فواك تزوجي كتدوز واحد المدة كي بدي يباليك هادك الشخص كي يباليك لا حقيقته ماشي حقيقته أنه خيب ولكن حقيقته اللي مختلف عليك تمامتي مثلا إذا كنت في داركم كتفيقي ما أصباح عندك واحد الروتين معين على ذلك الدنيا القياع على ذلك كاللوكال موادار ربما إطلاقيتهم عشي واحد وخطة كتبغي وكتحمق عليه ستيل دياله فشكال كيبقى صهران تل 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 وحدة القمة ديال الخمول ربما هو كيكون بروداكتيف كيخدم بالليل ما عندوش مع أنه يكون مرتب وكذا وكذا فضروري إلا كان هاد الشخص يعني منك يحيد الشغف الشغف كيحيد معه دابك الشغف بحل كيكون مغطلين عليك الشي بحل كيقول لك كما كيقول لك اللاموغة أعمى أو الحب أعمى كما تكوني كتبغي شي واحد كتغاضي على بزاف الحواج وصدقيني هذك الحواج كلهم غاد يرجعوها بقوة من بعد الزواج فالنصيحة اللي نقولها لأي بنت كما تقولها لك ماماك أو لاختك كبيرة أو مهم شي شي حد اللي ادا وجاب في الدنيا هي دايما نأمن مستقبل لي الخدمة ديالي ما نخرش منها مهما كان وإلى خرجتي خدمة عنص نهار مهم يكون عندك واحد الخيط وشاد لك في الخدمة زعمة إلا حتاجي تي أنك يتخدمي النهار كامل وتصرب حفلوت كثيرة على الأقل عندك واحد الاتصال بميدان العمل اللي يكون عندك ديسيرتي فيك وهذا الفينانشال سيكوريتي الفينانشال سيكوريتي مهمة بزاف لأنه كما كنت لكم يعني الناس مختلفين ربما زوجتي واحد كبارك ضريف وكذا وكذا وربما هو فعلا ضريف ولكن رأى الأغلبية ديال الطلاقات في عمركم بشتو شي طلاق يعني بودوء نادرا يعني قاعد الناس اللي يتزوج وصواف أمريكان والفي المغرب ولا هذا وش كلهم زعمة خيبين لا ولكن الإنسان ما اللي كيوصل الطلاق وكيوصل كمشاعر الغضب وكل واحد كيجبت الحاجة الخيبة في الأخر واحد كيجبت الحاجة الخيبة في واحد أخر فكيولي وكيهدموا في بعض إياتهم كيهرسوا في بعض إياتهم فشكونا هو الطرف المتضرر هو المرأة اللي خلت كل شي وما خدمات مادات لنسيختيفكة الأول وعندها هاداك التقيق العامية فرجلة لأنه نهار كيكون شي مشكل أو لا ربما هو سافي قلبه ولا كيبغايش بحد أخرى مقاش بغايك سافي أو لا وقعد شي هاجم شكولك يتضرر الطرف الضعيف اللي مبقاش ذات القدم خلتها واحد أمريكانية كنت كنا عرفها كتبسكينة واحد سيدة زوجت به وهي اللي طلعته وهي اللي كتب زعما كتب وراته الخدامي صيبت له وراقي من المغربته أمريكانية كانت زوجت حل مغربي مهم زوجت به واحد المدة طويلة شي خمستاش العالم معتش حل محتى ولا قريب مليونير الشي فلوريدا ولا لباس عليه وراته سر الخدمة وعرفته على المعارف اللي بس عليهم يالي كتوريه يالي كتقره يالي كتادا مهم كانت كتحماق عليه مسكينة وقتها زعما ما ولدتش معه وصافي بقى معها توقف على رجلي واشرب الديور وعادها في الأخر طلقها واجابوا حد سيدة من المغرب تزوج بها وكانت كتعود لي اياه مسكينة كتقول لي شوفي زعما كتقول لي لا تتطور الديور لا تتطور الديور واخا نقدر انا الى بالية الفيديو فى كومنتر من شى رجالة كيعيروا شي حاجة نديره بخيبة انا كنقول لكم الرأي لي بكل صراحة هذا ما كيعانيش احنا يا ماش فى عالم ديور الرجالة خيبين و العيالات خيبين احنا يكن هضروه على ناس اللي قدروا يديروا فعيل لخيبة سواء الرجالة او العيالات وفي هذا الفيديو كنهضر لكم على شي حاجة اللي كنشوفوها بزاف في المجتمع كنشوفو المرامسكينة في المغرب عناد شي بزاف الدار في اسمية الراجل كل شي في اسمية الراجل رغم انها تقدر تكون مو الضعفة وهذا فيه النص او لاكتر ولكن نهار كنت تطلقوا معناش القانون دي القسمه بالنص الدار في اسمية الراجل وهي تافيك تخرج فينا يكفلوس اللي قرات بيهم فينا يكفلوس اللي فرشات بيهم فينا يكفلوس اللي دفعاتهم بتاهية في الدار بح ما كيناش صراحة يعني it's horrible فدابا شنا هو يعني هضلكم شي شوية على الزواج المختلط اي مختلط مخلط mixed marriage بالنسبة لزواج انا شخصيا ما كيمثلش لي مشكل انا كرجاء يعني كمسلمة يعني الاهم حاجة بالنسبة لي هو الدين انه كونا عندنا نفس الدين منين انتايا او لا هذا شي حاجة ما كتهمني وخالتك نعرف بززاف واحد الوحدين اللي عندهم افكار رجعية وكيبقوا يكومونطي وعلى ما كيمونطي اشتراح على الرجالي كتزوجه قوريات او لا شي واحد بخارج المغرب كيومونطي حاضرة المغربية المغربية كتزوجه بالعالم كامل وانتايا مالك او لم تي مالك اي واحد كيبقى كيقول لك علش كتزوجي بواحد اجنابي انت اش مشالك او لا انتي اش مشالك هذا هو السؤال دياري يعني انا بالنسبة لي محتفظ دين ديارنا مادام لا فرقة بين عربيين ولا اعجمي الا بالتخوة فواحد مسلم انسان مزيان كي تعامل معاك بالتي هي احسن يعني انسان مزيان في العائلته مزيان مرازته مزيان لوليداته انا علش صفي مغرب استراليا فيما كان بحال بحال اخرتها اموت وامشي عند الله سبحانه وتعالى واللي عنده شي حسنة مزيانة رغي يمشي لجنة اللي ما درهش ما مزياناش رغي يمشي لندار ما يصوروش الله التي من المغرب علش زوج شتي مغربي غتمشي هش غتمشي 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 الناس اللي كيفكروا بحالكة يجيوني ناس رجعين واصلا ما كان نتناقش معهم وكنجاوبهم مش فاحنايا الحمدولله وفتنا هذيك المستوى ديال ديال تخربة الحاجة اللي ممكن تمتل مشكين وما كما قلت لكم ربما هكالعادات تقالي دايما نشوفك العادات ديالك الدولة ولا هذيك السياد الدولة اللي هو اصل ديالما أصل منها واش شي حاجة اللي غاد ديرونجيك أو اللي كانت غاد ديرونجيك فكري في الموضوع تناقشي معاه أول حاجة واش هذي شي اللي كديروه واش مش مشي مشكل تغيروا معايا إلا ما كاش تغير إلا ما كانش يقدر يغيروا ففكري وعاودي فكري وعاودي فكري عدكم مثال مثلا بزاف ديال الباكستانيين والهنود كي بغيو ويشريوا مثلا دار كبير نتحنا من اللي طلقنا أول مرة هذا وكان المشكل الرئيسي لأننا مستحيل نعيش مع عائلة كبيرة أنا عائلتي وجيت عامل اللي درت 24 عام جيت هنا ياسكت ببحدي بنيت حياتي ببحدي كده كده ما 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 قدرش يعني I can't يعني تطور كل واحد العدد ديالله شي داخل شي خارج بيوت نعاس محلولين مرة كبيرة هي اللي كتتحكم شغل ناكله اليوم فأنا بنسبالي للقضية مستحيلة فكما قلت لكم يعني الزواج المختلط ما نقدروش نعممه يقدر يكون مثلا إنسان مثلا أمريكي مسلم ولا أمريكي ولا هذا يقدر ما تديرون جيكش لعدد ديالهن مثلا سافي كان معني كل مسألة ديال دارك بوحدك مفروغ منها مسألة ديال ديري اللي يعجبك مفروغ منها أنا بنسبالي مثلا الشروط اللي كان بغيهم اللي كان نظن أنهم كي نجحوا الزواج هو أن المرأة والراجل كيشوفوا بعديدهم كناس بعقلهم ناس نارجين ماشي حاكم ومحكوم ماشي واحد عنده العقل واحد ما عندهش العقل زواج واحد شراكة واحد كانت ناقش في الحويج المصيرية ديال العائلة وحتى كان نقنع بعديدنا حتى إذا كان شي واحد فينا ما مقتنع شكل حاجة ما قدر حتى نكونوا بجولنا مقتنعين أقول لك القول واحد common ground أما إلا كنت إياه مثلا واحد الإنسان مثلا متقفة ولوجيك وهذا وصفي فقط لأنك يعجبك وحد الشخص اللي ربما هو غي تعامل معاك وحد المعاملة أقول لك يشوف المرأة كهذا الإنسان الضعيف اللي خاص ومن بعد غي خرج لك هذك الجلاد ف ما راشينا لش بغيت نهضر معاكم هذا الموضوع ولكن كما كتعرفوك كي عجبنين بقان ها كان نجيب في الهضر معاكم ونعطي بعض النصائح اللي من التجربة ديالي البسيطة حيش كنشوف بزع في الإستغرام وفي العائلة وهذا كي مني كل بنات الصغار باقي باقي مكي شوفو العلاقة والزواج بحل بدك النظر الصندريلا العر العمريا والعر والربحات يعني بحل الدرجة لأنه تكون الكمبيت شكل جوجات اللولا شكل تعطلات ف قبل ما نفكر في الوقت ذو الزواج أو ذو هذا نبني راسي نسافر نحاول نسافر نمشي للأوروب نمشي للدول نجمع فليسات البلاد راملي كتصافري دماغ هكا كتفتح دماغ لماذا تلقاش واحد اللي عنده واحد الأقل رجع الإنسان ما معمره ما سافر لشي بلاسة بوحده وراج لقاع ماشي تمرة معمره معتامد على نفسه وديما عايش في دار محكومة وكيشوف الخارجين أي واحد خارج عدد ديالهم وعلى التفكير ديالهم إنسان ما عارش نمتخلي ومشي متخلي مسطي وهبيل فهمتون يعني ندير فلساسي نسافر شوية نتعرف على ناس مختلفين نتقف راسي ندير ديفورماسيون نشرح ويجاد زوانين مره مره نخسر فلوسي في شي تجربة زوانة شي تسافير شي سال دو سبوغ زوانة نطور من نتعلم السباحات نتعلم البيانو ونخلي هذه الموضوع للزواج نخلي ونفكر فيهم زيان بالتزان ونصر ودائما نحتاج إلى كنتي مقبلة على الزواج أعتبر هذا الحاجة ممكن تصدق وممكن ما تصدق فمتخلي شكالحاجة إلا ما تصدق تيازيره مثلا إذا كنتي إنسانة متقفة وخدام على راسك وكتدري لأسالك بتعلم تلاقسين مهم إنسانة كاملة ماشي نص فمني قد دخلي هذه الزواج قد دخلي بتقي أنني لا سمح الله ودائما نديره في راسنا أن هذه الزواج ممكن يستخدم ممكن ما يستخدم هذه الدنيا هذه متحاجة ما في متحاجة ما مضمونة فيها فدايما ندخل هذه الزواج وأنا إنسانة كاملة وأنا خدامة وأنا يعني دائرة واحد في حالة ما أخذقش الزواج أشغان ندير ماشي كان مشي هكا عمية هلك الزواج كاللي كتطلق من بعد شهار كاللي بدي تطلق دابرة وصلة 40% وما عد شنو فدايما الإنسان ما يدخلش لهذاك ندخل لي فعلا بنية ونختار الشخص ونصلي وندير صلاة استخارة وكل شي ولكن ما ندخلش لي وأنا نصف ندخل الزواج وأنا إنسانة كاملة بعقلها وعارفة راسائي لم أستخش هذا الزواج رعا أنا ما زال الحيات تستمر هذا مكان مهم قلت نطلع لكم ونطقتجي معكم بعض الأفكار وكمكت لكم أنا هد المسألة دي الزواج بحل حياة صندريلا وصافي كتسنو هدك البخانس اللي غادي يحلها جميع مشاكل دي حياتها هد الفكرة تكررت بزافة قلتنا نهضر مع المشاهدين المتابعين للقناة ربما شي بنتفرج فيها وتستافل هذا مكان شكرا جدا شكرا جدا شكرا بزافة على المتابعة نترا نكس تاين